وسط استمرار المعارك على جبهات القتال أعلن مسؤولون أوكرانيون إحراز تقدم على الجبهة الجنوبية وقال قائد القوات الأوكرانية في الجنوب إن مناطق قد تم تحريرها وقوات الدفاع تواصل عملها وبالتزامن مع ذلك كشف مسؤولون أن قوات كيف حققت بعض نجاحات في زبروجيا قالت القوات الروسية إنها استولت على مناطق للقوات الأوكرانية باتجاه كوبيانسك شمال شرقي البلاد كما تمكنت القوات من الإسلاء على ثلاثة مراكز مراقبة بالقرب من قرية أولشانا وكانت كيف قد أقرت بصعوبة الوضع في قطاع كوبيانسك حيث دفع الهجوم الروسي السلطات إلى تنفيذ عملية إجلاء للمدنيين وتأكيدا على استعادتها للمناطق وضعت قوات حرص الحدود الأوكرانية لافتة جديدة على جزيرة تدعى الأفاء وفي مقطع مصور على ظهر رجل يرتدي زيا عسكريا وهو يقول سيتم تثبيت اللافتة الحدودية في شبه جزيرة القرن بعد تحريرها وتطال الجزيرة الاستراتيجية على الممارات البحرية المؤدية إلى أوديسيا وتطل وهي المناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود هذه الجزيرة التي لا تتجاوز مساحتها 0.17 كم مربع لها أهمية استراتيجية ومعنوية لأوكرانيا ففي بداية الغزو الروسي كانت جزيرة الأفعال التي تطل على سواحي الأوكرانيا ورومانيا أول الأهداف إلا أن الجنود الأوكرانيين رفضوا الاستسلام لسفينة موسكفا الروسية التي هاجمتها ما أدى إلى مقتلهم جميعا لتصبح الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية كانت أولى الأهداف لأهميتها فهي تمثل الجيش الروسي الذي تمكن من الاستلاء عليها بوابة تأمينا رئيسية ومفتاحا للتحكم في البحر الأسود إذ أنها تطل على الممرات البحرية المؤدية إلى أدستا الميناء الرئيسي لأوكرانيا هذا عدا عن الأهمية الاقتصادية في الجزيرة غنية بالغاز الطبيعي واحتياطات النفط وسيطرت موسكو عليها حرمت كييف وأوروبا من كميات من النفط والغاز حاولت القوات الأوكرانية استعادتها وفي الرابع عشر من إبريل العام الماضي ضرب صاروخان أوكرانيان السفينة الروسية وهي أكبر سفينة حربية تغرق في عملية عسكرية منذ أربعين عاما ثم في الثلاثين من يونيو 2022 تخلت روسيا عن الجزيرة بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في محاولة الدفاع عنها في حين وصفت انسحابها بأنه بادر أخرى على حسن النوايا